اه بعد ما الدنيا مشت كان جاي للأهل اصلا الاول الاهلي الاهلي الاول كان كابتن سايد وحفز فيه مطشي للأهل في بوترسبورت وانا الموقف ده مش هنسأل الكابتن سايد ماذا حياتي حكيلي انا كنت صغير جدا هم بالعب في ملعب بوترسبورت وده ما Lalعبنا وانا في امبي يعني فانا قابلته كنا اهلي فريق اول اه كويش كنا انا في امبي بس كان عندهم مطش في الدور واشنا بنتمرني الصبح فأنا قابلت الكابتن سيد كان عنده ماتش تقريباً من الساعة خمسة ستة قابلت وقال لي شد حيلك انت مكانك وشخصيتك تلعبك في نادي الأهلي ما قالكش شافك فين نا لا هو قال لي انت شد حيلك وان شاء الله تم موجود سيد عبدالحفيز أول واحد جاب لك سيرت النادي الأهلي طبعاً فالمهم ربنا قرمني وكده بعد سنة سنتين لقيت الأهلي بيكلمني وكده كان ساعتها الماديات مش مش أحصل فلوس في النادي كتير يعني الباطرة دي في النادي الأهلي في النادي الأهلي في النادي الأهلي فإنبي كان طالب رقم يعني لأن أنا كنت لسه صغير اثنين وعشرين سنة أو واحد وعشرين سنة فإنبي برضو انت عارف حدوك من النادي اللي دايماً بيطلع النشئين عشان عايز فلوس استسمار وده حقه يعني طبعاً فما حصلش نصيب اللي أنا رحل لا نقف هنا نقف هنا الأهلي يكلمك وسيد عبدالحفيز يتكلم عليك بالشكل ده وانت حابب النادي الأهلي حابب تروح النادي الأهلي وباين قوي ما نكحتش مفاوضات الأهلي عملت ايه؟ ما هي ما نكحتش عشان كانت الظروف صعبة جدا عشان الظروف مش عشان أي حاجة اه بالزبط فأنا ساعتها برامدز اتعمل مستشار ترك الشيخ خلي حد يكلمني وقالوا لي احنا عايزينك في برامدز وكده وقالتولهم ما عندش مشكلة بس انا أهم حاجة مشكلة عندي في النادي عندي في أمبي فهم رحوا جايين امبي ودفعوا الفلوس وأنا رحت فسنة بالزبط ورحت دقيت الأهلي بقى وكده فأنا كلمت حد في الناس في الأهلي انت اللي تكلمت اه اه ما أنا كان في حاجات في النادي كده في برامدز يعني حكيتها كذا مرة كانت بتحصل معايا مش غريبة لكن في الكرة بتحصل لكن بس كانت غريبة عليها بالنسبة لي لكن كانت أول مرة يعني فساعتها كلمت كابتن محمد فاضل فاضل كان هو ساعتها مسؤول في النادي انت اللي كلمت اه قلت له كابتن لو الأهلي لسه عايزنا أنا أنا ممكن أنا في أي وقت هاجي بها دي الأهلي